السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم ربي بالخيرات والمسارات وبركاته يا رب تسعدني وإياهم سعادة لا نشقى بعدها أبدا سأعطيكم فائدة عظيمة في أقل من دقيقة وهي أنك يجوز أن تأخذ أي سورة وأي آية وتبقي بها يجوز طبعا لما نتكلم عن الأفضل شيء ثاني حدثنا هنا في مقاطع سابقا أفضل فاتحة لكن هذا العمومي ريح كل إنسان أنك يجوز أن تأخذ أي سورة أو أي آية وترقي بها ما الدليل؟ سوف أعطيكم دليلين دليل من الكتاب ودليل من السنة أما الدليل الأول فقاله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن من هنا قال العلماء أنها لبيان الجنس وليس للتبعيض أي أن كل القرآن يجوز أن ترقي بها وليس بعض القرآن هذا المعنى بيان جنس وليس للتبعيض إذن كل القرآن يجوز أن ترقي به وكل القرآن شفاء بترب العالمين الدليل الثاني هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أمنا عائشة رضي الله عنه وارضها وامرأة ترقيها أي ترقيها الرقي شرعية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عالجيها بكتاب الله أي بالقرآن هذا الدليل الثاني إذن أي آية أو أي سورة يجوز أن ترقي بها أما الأفضل قد تحدثنا سابقا أفضل ذلك ما كان الفاتحة ثم بعد ذلك يكون معاية الكورسي وآخر البقرة والمعوذات يا رب تشفيك المريض